احنا تربينا ان الاخوان المسلمين ده بيدفع من جيبه وبيقتطع من قوت يومه ولا يفكر بأي حل من الاحوال انه يخطل عمرنا متربيين ومعظم الاخوان على كده انهم هما يعطوا ويدفعوا وينفقوا اللي لقناه منها ربطة اللي هي انا اعتبرها شيء دخيل على الاخوان وليس اصيل في الاخوان واللي شفناه من محمود حسين ان هذا لا يحدث فالماليات دي انا مع حضرتك ان هذه الماليات كانت تعتبر نقطة قوة ولكن اكيد الاخوان لما يعرفوا تماما ان الشرعية ليست مع هؤلاء هتترجح جيوب الاخوان للاشتراكات الاخوان للاتجاه الصحيح انا اقول لكم بس على قصة عشان تعرفوا ان احنا فيه علامة استفام كبيرة جدا بعدما استشهد الدكتور مرسي رحمه الله في مجموعة من وجهة الاعمال راحت لمحمود حسين وقالت له يا دكتور محمود احنا ممكن نكلم شركات علاقات عامة انها يتبنى قضية الدكتور مرسي في مجلس اللوظات وفي الكونجرس الامريكي مصريين اه ناس مصريين فقال لهم بس الموضوع ده عايز فلوس قالوا له مالكش دعو بالفلوس هذا الكلام اتاني من اتنين من رجال الاعمال في الخارج يعني فقال لهم افكر ولم يرد عليهم معقول 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 يا فاند الموضوع امر من هذا الموضوع امر من هذا جماعة كانت مختطفة بهذه المجموعة صوائل ربطة ومحمود حسين كانت مختطفة هؤلاء عليهم علامات استفام ضخمة جدا 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 وهؤلاء يعني كلمة الانستاذ بهم منية عنهم بانهم يحقق معهم اقل شيء